بنترحه احنا كمواطنين بيخص ايضا كاس العالم وكان مطروح خلال الفترة اللي فات طبعا الصور اللي احنا شايفينه هذه اللي اخبار من الوسائل الاعلام العالمية اللي تكلمت عن هذا الخبر وهذا تعاقد ما بين مصر وما بين اتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سؤال ايضا المطروح بعد بيان الهيئة الوطنية للإعلام هل يمكن ان احنا نبث مباريات كاس العالم على المحطات الارضية على القنوات الارضية ده بيان طرح بالفعل من الهيئة الوطنية للإعلام هنشوف نصه على الشاشة وقالوا ان مفروض ان كل ال22 مباراة بتاعت كاس العالم سوف توداء على القنوات الارضية خليني اقول البيان الرسمي انطلاقا طبعا مش هقوله كله ولكن هقول اهم الجمع الموجودة فيه انتلاقا من حرص الهيئة الوطنية للإعلام على حق الشعب المصري في مشاهدة مباريات منتخبه الوطنية بكاس العالم بروسيا أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه خاصب الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 6 يونيو الجاري للحصول على 22 مباراة للمنتخب المصري بكاس العالم ككل بس مش عارفة 22 مباراة أعتقد أنه يقصد مباريات كاس العالم كلها مقابل مبلغ محدد على أن تقيد الفيفا بالرد خلال يومين طيب 6 نحن النهار ده كام يونيو حد يقول لي أنه مرض أكيد طبعا أكثر من يومين 13 يونيو النهار ده أكثر من يومين ومعتقدش أنه فيه أي رد حصل لأنه لما رحنا سألنا القيادات في مسبيرو أنتوا استعدتوا علشان تنقلوا بث المباريات كتير من قيادات مسبيرو ردت علينا وأعلنت في تصريحات صحفية أنه ما فيش أي حاجة جات لهم رسمية علشان يكونوا مستعدين لنقل هذه المباراة طبعا لأن حدث عالمي بهذا الشكل ومفروض أنه ينقل على القنوات الأرضية مفروض يكون فيه مخطبات لمسبيرو علشان نقل المباريات لما جينا خطبنا مسبيرو قال لا ما فيش أي مخطبة رسمية حتى اللحظة إحنا بنتكلم على يعني مفروض أول مباراة بكرة يوم الخميس كاس العالم تاني يوم الجمعة أو الأيام عيد الفتر المباراة مباراة مصر يعني مفروض أنه يكون فيه أي استعدادات لهذا الأمر فإحنا بنترح السؤال هل بالفعل هتنقل هذه المباراة على